هو شخصيا معروفة وأستحبط بطبيعة حال هذا يعني يتكلم مؤخرا لفيديو بطبيعة حال في الأسبوع هذا ربما بمجرد مشاهدته للفيلم فبدأ يقدح أوقفوا هذه الجريمة أوقفوا هذه الجريمة هل هناك جريمة أكثر من التي فعلها أبو بكر وعمار وهذه العصابة هذه هل هناك جريمة؟ هل تجرأ أحد منهم أن يوقفها؟ أنت تدافع استمعت إلى مناظرة ما بينهم بين وهابي اسمه أحمد العاصي هذا العاصي ميزي الذي لم ي ربما كما يتبين من خلال مشاهدت لهذه المناظرة أنه صراحة بين على ضعفه أمام هذا الوهابي هذا نظرا لقلة ربما معرفته أو إطلاعه كما قلتم ربما كنتم أبو أميري تشيرون إلى هذه الشخصية لربما الله أعلم من خلال إجابتكم معناها للأخ الجزائري طبيعة الحال فبن خلال كلامي أوقف هذه الجريمة وأي أحد منكم ساهم بأي سنتيم فليطالب بإرجاع ماله إليه هل أنت معنا أم كما نقول في الدرجة المغربية هل أنت معنا أم مع غانا؟ اسمحوا لي على هذا التعبير هذا فبالتالي كيف لك أنت؟ لاش أنا لك؟ لاش أنا لك بالناس أن تطالبهم بإرجاع ما تبرعوا به فكل على نيته وكل على قدر نيته الحمد لله هناك هذا الباب هذا الذي فتحه الحمد لله ولم يكن مفتوحا من قبل لم يكن مفتوحا من قبل أناس تنفيق وتنفيق ربما تنفيق والله أعلم نحن لا ندخل في هذه أسرار يعلمه الله سبحانه وتعالى ولكن مهما فتح هذا الباب هذا للإنفاق في إنجاز عمل يدافع على آل بيت رسول الله الأطهار فالحمد لله هذا مكسب كبير ونتمنى من الله عز وجل التوفيق التوفيق لكم ولجميع الإخوة إن شاء الله تعالى بحمل الله الساهرين على هذه الحملة وعلى هذا الإنجاز وخصوصا الشيخون الحبيب ياسر الحبيب والمرجو بمناسبة أن تبلغ له تحياتي وهذا والحمد لله وصلى الله وصلى الله على محمد وآل محمد واستسمح الإطاليين أطلت عليكم والقلوب الله يكرمكم حاجة نقطة نسيت أن أقولها أنا كأخوكم شيعي صغير ولا أعرف ولو نصف قطرة قطرة من العلم ربما نصيحاتي تكون لكل الإخوان الرافضة مهما دافعتم عن دينكم الحمد لله الحق يعني أتكلم مع كل شيعي شيعي لما يقف أمام أي بكري ويدافع ويقول كلمة حق فربما يلاقي من أصحاب الوهابية وما حافظوه من أحاديث باطل وما حافظوه ووريتوه من إرث باطل فالحمد لله فأنتم منصورون بإذن الله عز وجل لأنكم تدافعون على الحق كل واحد رافض إن شاء الله يستمر يستمر في الدفاع وما هلو أخ حشام الأشقر معنا حياكم الله الله يبارك نتشرف بكم والله تقبل منكم السلام عليكم الهي كمتشيع جزائرك أنه من الجزائر نعم قبل قليل سأل سؤالا ممكن تفكيري بالسؤال يعني هو ذكر أن فيلم سيدة الجنة يحتوي على مشهد غير لائق بالسيدة الزهراء عليه السلام وهو المشهد الذي هو يقول أنه في أن أمير المومني عليه السلام قد احتضن الزهراء عليه السلام وبقية المشهد بعد أنتم مطلعون على الفيلم فأول بسم الله الرحمن الرحيم طبعا هناك ملاحظة كما ذكرت أمس لا أمس أو أول أمس أمس أنه هناك حالة من الدروينية في طرح الشبوهات فمثلا هناك طبعا هؤلاء الأراضي الذين بدأوا يعني أول صبقوا حتى النواصب والغفار والمنافقين والآلاف من الذين شاهدوا الفيلم وشاهدوا بالسينما وشاهدوا حتى يعني في الصلاة السينمائية وحتى الذين شاهدوا بطريقة غير مرخصة أو بدون استئذان من شركة إنتاج الفيلم سيدة جنة عليه السلام ولم يقل أحد ولم يثر أحد هذه الشبوهات إنما الذي رأي ناس يعني كما رأيتم مثلا أحمد من نيوجيرزي أو نيويورك والإخوة جميعنا المراسلون الذين كانوا معنا ليس هناك واحد منهم ذكر أنه هو أو الذين التقى معهم أو قابلهم أو كانوا معه في الصارة قد أثار عنده الفيلم أي ملاحظات من شأنها أن توجه الاتهام إلى شركة الإنتاج من باب يعني أنها تخدش في قدسية فالطاهرين عليه الصلاة والسلام طبعا الذي بدأ بهذا هو إبليس وأعوانه والذين هم نفسهم الذين كما قلت لكم هم أعداء يعني ليسوا أعداء لا أسميهم بأعداء النجاح وإنهم هم الموتورون والمطرودون نعم هم يرون أي شيء يحاولون أن يرونه بطريقتهم صراحة الحيوانية لأنهم بهم هذه الأمراض الحيوانية والجنسية وغيرها فهم يرون هذه الأشياء بعينهم أما بالنسبة للمشهد طبعا هذه الشبهة بدأت بهذه الطريقة أنه أنا وصلني سؤال موجه الضار محول من مركز فدك للتواصل إلى المتحدث والسائل يسأل طبعا كان هو مثل يسأل بطريقة هجومية أو تهجومية فلنقل ولكن على ما يبدو لأنه عندما أجبناه فسأل سؤال آخر وأجبناه كذلك ويعني بعد يعني لم يتكلم لم يتكلم بعد بأي سوء أو شيء من هذا القبيل كان السؤال أو الشبهة في البداية كانت هكذا أنه هناك مشهد كيف مثلا تقبلون أن هناك مشهد لتظهر فيه السيدة الظهراء إليه السلام وهي طبعا استخدم هذه الكلمة والاحتضان لأمير المؤمنين عليه السلام أمام أنظار الناس جميعا وكيف تقبلون ذلك ومن هذا القبيل فطبعا هناك خلط في كثير من المشاهد المشهد الذي يقصده كان يقصده ذلك الأخ كان مشهد سيدة الظهراء عليه السلام فيه أولا عمرها ثماني سنوات هذا رقم واحد وكانت في مشهد الاستقبال يعني عندما التقت برسول الله صلى الله عليه وآله بعد الهجرة الشريفة وكان ذلك في يعني الذي يظهر في المشهد كان كل يعني الطهارة والقدسية كانت هي مع بني هاشم يعني ليس أمام أنظار الناس الغرباء أو شيء من هذا القبيل يعني في وسط بني هاشم ولكن الذين يريدون أن يصوروا أو يخرجوا المشهد من 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 إطاره الخاص يعني يصورونه للناس بأي طريقة يحبونها طبعا تطور هذا هذا الإشكال أو هذه الشبهة السخيفة إلى شبهة أخرى أنه أمير المؤمنين عليه السلام لم يكن رسول الله إنما هو أمير المؤمنين الذي احتضانها والعياذ بالله وأعتذر أصلا طبعا سيد الجنة عليه السلام أن نتكلم بهذه الأشياء أصلا نعم وليه أذو الله يعني لا نطلع على الشيطان الرجيم المهم طوروها طبعا واستندوا في ذلك إلى صورة معينة نشرها أو نشرتها حسابات يعني حسابات الراجعة لفيلم سيدة جنة عليه السلام ومنها هذه الصورة التي يراها الناس ويراها الإخوة الآن المشاهدون في الإطار طبعا هذه الصورة ليست احتضانا طبعا هذا المشكلة هو مشكلة الناس عندما ترى يعني أو ترى الصور وإن شاء الله نرجع إلى الصورة فيما بعد ترى الصور أو ترى حتى الفيلم بغير جودته الحقيقية وبغير إطاره أصلا يعني يرون مثلا هناك هذا الأصحاب الشبهات وأنا أتحداهم أن يردوا على الكلام الذي نتوجه به الآن اليوم في هذه الليلة يقطعون هذه المقاطع ويروجونها بين الناس بهذه الطريقة التكتوكية السخيفة مع كتابات كبيرة وإثارة النعارات وإثارة الجدل الفارق يروجونها بين الناس حتى تكبر هذه الشبهة ويصبح لها حقيقة طبعا هذه هي طريقة حتى أهل الكفر حتى الذين يحاربون أهل البيت كانت دائما هذه طريقتهم يخلطون حقا بباطل يخلطون شيئا حقيقيا ويضيفون إليه أضعاف أضعافهم من الكذب وأؤلاء طبعا وصفهم الله سبحانه وتعالى ووصفهم عن طريق رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك الحديث الطويل بأنهم أضروا على شيعتنا من جيش يزيد على الحسين وأصحابه عليه وسلم الصراحة هو هذا فالجواب عن هذا أولا كما قلت لكم هذه كما ترجع إذا رجعنا إلى الصورة سترون أن هناك مشهد من الحرب المشهد لو الإخراج هناك صحراء هناك إحاء أن هناك حرب هذه الصورة إخوتي خلونا على هذه الصورة بدون أن ترجعوا إليه إن شاء الله أنه كانت السيدة زهراء عليه السلام قد بوفق الروايات كانت أنجزت قميصا أو قميصا لأمير المؤمنين عليه السلام ليتدرع به هو مثل درع إيماني هذا القميص يعني في الواقع ما الذي سيحميه هل سيحميه ضد الرماح أو سيحميه ضد السيء إذا تكلمنا بلغة فارغة من الدين أو فارغة من الروحانية وفهي خاطت بنفسها بيديها الشريفتين هذا القميص ونسجته لأمير المؤمنين عليه السلام واقتربت منه وألبسته إياه يعني ألبسته إياه وهي تريد أن تودعه في تلك اللحظة تريد أن تودعه كما رأيتم كذا مرة حتى الشيخ الحبيب نفسه كثير من الإخوة مثلا عندما أرادوا أن يذهبوا إلى العراق مثلا أو يذهبوا إلى أسفار بدون أن أذكر الأسماء هناك من أراد أن يذهب إلى كندا يرجع إلى أخي أو شيء من هذا القبيل وخاف على نفسه أو أراد قوة روحانية من الذي يفعل يقترب إلى رأس الشيخ قليلا فالشيخ من الذي يفعله يقرأ دعاء فهذا بالضبط هو الذي حدث وكانت المشهد كانت مولاتنا الزراء تقرأ هذا الدعاء إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد إن شاء الله سر على بركة الله الله فهي اقتربت السيدة الزراء عليه السلام اقتربت من أمير المؤمنين إلى أذنه الشريفة وإلى كتفه الشريف هكذا لو ترجعون إلي مثلا كأنه هذا هو المايك مثلا هو الرأس وهكذا بالضبط لا بها احتضان ولا بها معنق ولا شيء اقتربت وقرأت عليه الدعاء استير على بركة الله وهذا هو المشهد والمشهد متعلق بالحرب لا فيه إلى الناس تفترض أنه ممكن أشياء والعياذ بلا رومانسية أنا لا أريد أن أفصل في هذه الأمور لأنه سثل يستدرجوننا إلى ما يريده الشيطان الآن نتكلم عن أهل القدسية وأهل الطهارة بهذه الطريقة الذي فعله النواصب بالسيدة نرجس عليه السلام الآن يريد أن يفعله هؤلاء بمن هو أعظم من السيدة نرجس عليه السلام وهي السيدة الزهراء عليه السلام يا أخي علي إبراهيم النواصب عندما يتصنوا بك كذا مرة رأيتك أنا صراحة أنا أقول لكم شيء الآن غير متعلق لا بمتحدث أو لا شيء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر